اعمال ضخمة من قطع غيار السيارات والحديد يقوم بها مصممان اوكرانيان في مدينة زابوريجا اعمال تجسد ابطال افلام الخيال العلمي واخرى من افلام خاصة بالاطفال لنرى قرص القص والصفائح الحديدية واجزاء من السيارات يجري العمل في ورشة دميترو ميتسيكا على قدم وساق يحول الحرفيون من زابوريجا الاقراص المسننة والاعمدة المرفقة الى عمالقة من الحديد هذا عمود مرفق من سيارة جزيل مع علبة السرعة وعلى الارجح ستكون مصر الكتف ويمكن ادخال قرص مسنن اخر والاصعب الان العثور على قطعة مشابهة هنا يحقق سرهي ودميترو في الورشة احلم الطفولة يشمعان ابطال الافلام المحببين لهما والسيارات المتحولة وقبل ان يقطع المعدنة لتشكيل اوبتمس برايم وبامبلي وديس بيتيكون يجمعان نماذجا لها من الورق هذا من الورق يبحثون عن الاجزاء في حطام السيارات ويبلغ وزن النموذج الواحد اكثر من خمسين كيلو جراما هذا جناحه الذي سيحتوي على مراوحنا هذه مروحة بتوتر اثنى عشر فولتا سنركبها على هذا النحو وهي من سيارة تافريا تستخدم لتبريد المحرك وهذا زبروجيس مع كامل القطع من افضل مصنع للسيارات في اوكرانيا اختار سكان زبروجيا لون طلاء الطير الحديدي طرحنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي سؤالا الا تعلمون كيف يمكن طلاؤه؟ وصلتنا المقترحات المختلفة رأت فيه الفتيات طائرة الفينيق مع اجنحة حمراء واخترحت احداهن ان تكون زهرية وتقدم احد الشباب بفكرة رائعة فقررنا تنفيذها سنرسله الان لطلائه باللون الاسود ثم سنأخذ قرص القص وسنعالجه بشكل كامل ليبدو مثل ديس بيتي كون الاصلي الحقيقي بكر مجموعة المركبات هو الجسم آل الصغير الملقب بفالي وهذا واحد من احدث الابتكارات جورا جورا افضل المجسمات هو جورا وجورا هو انا هذا في الواقع اول مجسم يتمتع بالذكاء ركبت عليه مستشعرات الحركة وكاميرا في الرأس مع مستشعر وهو يتحدث الى الاطفال فقط يقترب من الطفل ويحدد ان كان صبيا ام فتاة ويبدأ باستدراجه للحديث طلبنا مساعدة المنبرمجين من معهد بناء الالات من الصعب القيام بكل شيء يخطط المصممون لتزويد عدة نماذج اخرى بالذكاء الاصطناعي واجراء معركة بين الالات ومن ثم عرض كل مجموعة الجسم الالات في متحف ترجمة نانسي قنقر